اشتركوا في القناة تحركات حزبية عربية في الكنسة للكشف عن جرائم الاحتلال الصحف اللبنانية تحذر من تصعيد مع اسرائيل تايمز البريطانية تتحدث عن تعاون وثيق بين طالبان وإيران البداية من الصحف الإسرائيلية حيث بادر أعضاء كنسة من الأحزاب اليسارية الإسرائيلية إلى إجراء مؤتمر يتطرق إلى حياة الأطفال الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي ووفق صحيفة إسرائيل اليوم فإن المؤتمر والذي سيتم اليوم ستطرق إلى وجهات نظر مختلفة حول حياة الأطفال الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي مثل الفقر وتقييدات التنقل ونقص المياه والكهرباء ووسائل التعليم أجدد التحية بضيفية وأبدأ مع الأستاذ هشام عبدالله الحديث من الصحيفة الإسرائيلية عن مساوء الاحتلال وتتحدث عن هذا المؤتمر الذي دعت إليه الأحزاب اليسارية الإسرائيلية كيف ترى أو كيف تقيم الموقف صحفيا على الأقل لا أدري تمت مفارقة مهمة جدا في الموضوع عندما تتناول الصحافة الإسرائيلية وأيضا الكنيسة الإسرائيلي وهما ممثلان رئيسان لدولة الاحتلال الإسرائيلي موضوع وقضية أطفال تحت الاحتلال وكأن تبدو الأمور وكأن الصحيفة والكنيسة أيضا فيما نفهم من إشارات خلال هذا الخبر أنهما يتحدثان عن موضوع لا يتعلق بإسرائيل البتة أنه موضوع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تحتلها إسرائيل وأعتقد برأيي المتواضع جدا أعتقد أن هذا الموضوع يندرج ليس فقط في السياسة الإعلامية الإسرائيلية الشرسة والقوية والمندفعة دائما ولكن واستهتار أولا بالعالم أجمع على أن الكنيسة الإسرائيلية وصحافة الإسرائيلية تتعامل موضوع أطفال تحت الاحتلال وثانيا هو استهتار كبير واستخفاف بعقول ومنطق الجميع سواء كان الفلسطينيين الذين يزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني على الأقل لماذا لا تقول لنا هذه الصحيفة ويقول لنا الكنيسة الإسرائيلية تحت الاحتلال الإسرائيلي مؤتمر لحول قضايا الأطفال تحت الاحتلال الإسرائيلي الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي هذا ما نريد أن نسمعه لا نريد أن يتم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي على أنه مسألة لا تتعلق بإسرائيل بل أنها تتعلق بموضوع على المريخ أو في أرض ثانية ليس بعلاقة إسرائيل بها طيب أستاذ أشرف كيف تقيم هذا الخبر بعين الصحفي وما هي رسالة الصحفية حينما ترصد صحيفة صحفية هذه الظاهرة أو أطفال تحت الاحتلال بمعنى آخر أن هناك مفارقة يد تقتل وتحتل الأراضي ويد أخرى تكتب عن مساوئ الاحتلال كل تأكيد هو نوع من زر الرماد في العيون هو استمرار السياسة الخديعة الإعلامية والسياسية من قبل إسرائيل أعتقد اليسار في إسرائيل كان لديه فرصة في سنوات ثلاث سنوات الماضية وحتى الأمس القريب حتى في مظاهرات العودة أن يقول للحكومة نتانياه وتلك الحكومة العنصرية تقافي كفى ما تمارسه من كثير من عزين ممارسات بحق القتل والتنكيل أعتقد صحيفة الإسرائيل اليوم هي صحيفة مكرمة من حكومة نتانياه واليمين الإسرائيلي وبالتالي هي أرارت أن يكون لديها درجة كبيرة من المخادعة لانتصاص موقع الغضب في داخل أراضي المحتلة وفي المجتمع الدولي لأن هناك تقارير دولية حتى منظمات حقوق الإنسان وعيدة المجلس الدولة حقوق الإنسان وجه أكثر من 32 إدانة أمس الأول باتجاه الممارسات الإسرائيلية تجاه النساء والأطفال والشيوخ وبالتالي هذه الممارسات الإسرائيلية تصب في خانة الخداع الاستراتيجي ربما كان واجب عليهم أن يطرحوا هذا الموضوع للكنسة وأن يطالبوا باستدعاء الحكومة الإسرائيلية أو الوزراء المسؤولين إذا كان هناك يصار في إسرائيل يبحث عن الحرية والعدالة لأطفال يرزحون تحت الاحتلال ويوجهون كثير من الممارسات القتل والتنكيل والتعذيب والقاتل بدم بارد على مدار الساعة هذه الممارسات ربما لم تنطلع لأحد لأن كل الممارسات الدولية وأيضا الهيات الدولية تدين إسرائيل وتعالى انتمن أنها تمارس القتل والقامع بأبشع صوره وأنه لابد أن يكون هناك وقفة جالية مع تلك الممارسات اليوم قبل الغد حاصة وأن هذه الممارسات مدانة دوليا وتخالف قانون المبارئ الدولية وقانون الشرعية الدولية تحول إلى زاوية تضيف ومقال ومقال للأستاذ أشرف العشري وهو المقال في الصفحة الأخيرة من الأهرام والذي حمل عنوان ثلاث أولويات وثلاثة تحديات والنجاح مضمون هذا المقال الذي قال فيه أن تحدي ألهام الآن في مصر يتعلق باستعادة الدور والحضور المصري في الإقليم وهو أخذ في التحقق لكنه يحتاج إلى مضاعفة الجهود وابتكار الأساليب وتحركات أكثر أضاف للعشري أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بلغت المصداقية الكاملة في الإقليم حاليا نهيك عن امتلاك الوزن والحجم والتاريخ حتى الآن وبالتالي نمتلك مؤهلات هذا الدور عن جدارة أستاذ أشرف حينما تتحدث أو استخدمت مصطلح استعادة الدور هل يعني أن مصر فقدت هذا الدور أم أنه أصبح أضعف من ذي قبل أعتقد أن هذا الفقدان كان قبل صور الثلاثين ستة كانت هناك حالة من الكومون والخلل والتراجع في المشهد المصري أو في الحضور المصري في قضايا الإقليم في الشرق الأوسط بعد الثلاثين ستة المعادلة تغيرت كثيرا وجدنا حضور واشتباك سياسي ودبنوماسي مصري في كل قضايا الإقليم حتى أن منطق السلسية أو منطق القوة السلسية من قبل كل من إيران وإسرائيل وتركيا قد تم إزاحته بالفعل وأصبح هناك قوة عائدة من مصر ومن الماكة العربية السعودية لتعيد رسمك كثير من خطوط التفاصيل والمشهر السياسي في منطقة الإقليم الشرق الأوسط نحن نتمنى أن يكون هناك مضاعفة لهذه الجهود نحن في ثلاث سنوات حققنا نجاحات بلغة الأهمية وحضور واشتباك وأصبح دائما علاقات مع كل دول المجتمع الدولي باستثناء دولتين كل من تركيا وأيضا كطر وبالتالي نريد أن يكون هناك مضاعفة حتى نستطيع أن نكون لرقم أول في المعادلة الإقليمية ونستطيع أن نسيغ كثير من سياسات توازن قوة في الإقليم وأنه أسر على كثير من القضايا ونسع على توفير حاضرة ومظلة للتضامن العربي وحماية الأمن للقوم العربي في المعادلة القادمة خاصة أن نجاحات المصرية أصبح راقبها الجميع واعترف المجتمع الدولي والأم المتحرة ومنظمتها بأن هناك عودة قوية للدول المصر اللعب للإستراتيجي في الإقليم وبالتالي علينا مضاعفة هذه الجهود حتى نستطيع أن نغير كثير من مفاهيم استراتيجية الشرق الأوسط في المعادلة القادمة للصلاحة الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية في المقام الأول في عجالة سريعة مناسبة هذا المقال هل كان تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين؟ بالفعل كان هناك كثير من التزامن وكثير من التوقيت لأن هناك زيارة لكوشنر وجمبراند المبعوث الأمريكي وأيضا ترحى ما يعرف ببعض دقائق تفاصيل خريطة أو ما يستمع صفقة الكارد دول المصر كان واضح وأنه لا بديل عن قدس الشرقية ولا بديل عن حل القضايا الرئيسية الخمسة الرئيسية القدس والحرود والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا إذا كانت إدارة ترامب راغبة في تحقيق سلامي استراتيجي ومقبول وتسمى صفقة كاردنا حقيقية علي أن تقص في الاعتبار المواقف الفلسطينية الحقيقية ومواقف مصر ومواقف باكات العواصل العربية هو هذا الأمر الذي أدى إلى أن إدارة ترامب أعلنت في الأسبوع الماضي في اليومين الماضيين اهدخال تعديلات العزيز صفقة قبل إعلانها لأن هناك بالفعل رفض مصر وعربي ولن يكون هناك قبولا إلا بالحقوق أو الحد الأدنى من الحقوق المشروع على الشعب الفلسطيني في هذا الشأن طيب اسمح لنا أن نتحول إلى صحيفة اللواء اللبنانية زعمت صحيفة أن حزب الله اللبناني وجه رسالة مباشرة إلى فرنسا مفادها تحذير إسرائيل من القيام بأي ضربة عسكرية ضد لبنان لأنها سترتد عكسيا عليها كشفت الكاتبة في الصحيفة اللبنانية منال زعيطر من مصادر رفيعة المستوى في حزب الله اللبناني أن الوضع الإقليمي ليس طبيعيا وبدأ ذلك جليا من خلال كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله الأخيرة أضفت المصادر أن احتمالية الحرب واردة جدا لكنها ستكون خارج النطاق اللبناني أي في سوريا واليمن وعلى الحدود السورية العراقية أستاذ هشامي الحديث عن حزب الله والتحذيرات التي يطلقها هنا وهناك هل تعتقد أن الأمر يتضمن رسالة من حزب الله يمررها عبر الصحيفة؟ نعم واضح تماما حزب الله قادر وله وسائل إعلام كثيرة ومتعددة لتوصيل مختلف الرسائل بتواقيت وظروف معينة ورسائل موجهة جدا حزب الله هو جزء من المنطقة وهو جزء فاعل إلى حد كبير في سياسة المنطقة والمنطقة هي لا يمكن لأحد أن يقول أن المنطقة ليست في حرب سواء كانت الحرب في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان على الحدود مع لبنان أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي هذه منطقة لا زالت في حرب منذ أكثر من قرن ولا زالت هذه التأثيرات تلقي بظلالها على الجميع ومنهم طبعا حزب الله متمثل بحزب الله كحزب وأيضا كلبنان وبالتالي لم يدع حزب الله أي مناسبة في هذا الإطار لأن يوصل رسالته خصوصا في الفترة الأخيرة وانتقال الحرب في سوريا إلى الجنوب اللبناني وطبعا الشروط الأخيرة التي سمعناها طبعا تدخلات الإسرائيلية لم تتوقف يوما في هذا المجال ولكن الشروط الإسرائيلية التي تريد إسرائيل أن تفرضها على ما تسميه فضل اشتباك في المنطقة وبالذات فيما يتعلق بسوريا وما يجري في سوريا وبالتحديد أيضا ما يجري وما يمكن أن يؤثر في الجولان والدور السوري الذي رحضنا عليه تغييرات كبيرة خلال الحرب القائمة والمدمرة في سوريا وبالتحديد فيما يتعلق بدور حزب الله في العمليات التي أجريت وتجرى في الجولان نعم طيب أستاذ أشرف يعني هناك اهتمام غير عادي بهذا الخبر أو هذا التقرير عبر الكثير من المنصات والصحف العربية برأيك لماذا هذا الاهتمام؟ هل هي رسالة موجهة أيضا من الحزب عبر الصحف؟ بالفعل دعينا نتفق على أن ما تم نشره في اللواءة اللبنانية هي رسالة متعمدة ومقصودة من قبل حزب الله في الأويناء الأخيرة لأن هناك بالفعل اشتباك سياسي وعسكري بين إسرائيل وبين حزب الله وبين إيران داخل الملعب أو الساحة السورية التي أصبحت منصة للقصف من قبل إسرائيل وأيضا هناك ردود من قبل حزب الله وإيران وبالتالي حزب الله أراد أن يرسل لإسرائيل رسالة أن ما حدث في عام يونيا أو تموز عام 2007 لن يتقرر مرة ثانية وأن الساحة السورية ستكون هناك بالفعل تواجد واستمر للتواجد الإيران والحزب الله في هذه المنطقة ما لا يكون هناك خروج لكل القوات الدولية والجماعات الإرهابية وميلة الزلك وهذا سوف يكون موضع نقاش مطول بين ترامب وأيضا سيد بوتين في هلسينكي في لندا يوم 16 من هذا الشهر الحالي لكن يبدو أن حزب الله أراد أن يتعجل كثير من وطأة التطورات العسكرية والأمنية مع إسرائيل في ضوء الانتصارات التي تحققتها إسرائيل بقصف بعض المواقع العسكرية الإيرانية والحزب الله في داخل ملعب والساحة السورية وبالكبر المطار دمشك في العوينة الأخيرة وبالتالي أراد أن تقول له أن هناك جوزية عالية وأن هناك بالفعل منصة ودعم من كبال إيران باتجاه حزب الله وأن الحزب عازم على أن يكون هناك معركة بالفعل طويلة الأمد وأن تكون أيام شهر كما حدث فيه عام 2007 وبالتالي أراد أن يحذر إسرائيل من عدم الإقضاء على أي خطوة استباقية لأن هذا الأمر سيؤدي لمضعفات خطيرة سواء على الساحة اللبنانية والساحة الإسرائيلية من ناحية وسيتم تكسيف الضغوط على الساحة السورية وبالتالي سيكون هناك اشتباك طويل الأمد وربما يعقد الأزمة ولن يكون هناك حل حتى لو تدخلت أمريكا وروسيا لإمكانيات توفير الحد الأدنى من السلام أو الأقل وقف توطرات الأوضاع في سوريا المسألة ربما يكون فيها نوع من العناد من حزب الله ومن كبال إسرائيل الأيام القرمة ستكون حملة بالمفاجآت من كبال حل السلمي أو استمرار التوتر العسكري والرهانة على حل العسكري حتى هذه العسكري طيب بالاتساق مع سياسات حزب الله نتحدث عن الدور الإيراني ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أفادت صحيفة التايمز البريطانية أن نفوذ طهران يتنامى في أفغانستان مع تصاعد التوتر في علاقاتها مع واشنطن مشيرة إلى أن أقف ظل مقاتل طالبان يتم تدريبهم بإيران يشير كاتب التقرير أنتوني لويد الذي انفرد بهذه المعلومات إلى أن المئات من مقاتل طالبان يتلقون تدريبا متقدما على أيدي مدربي القوات الخاصة في الأكاديميات العسكرية الإيرانية أستاذ هشام يعني مرة أخرى يعود لفظ مصادر خاصة مصادر مطالعة تقييمك لمثل هذه الأخبار وما تحتوي من تلميحات عن تسريبات أكيد يمكن أن تكون معلومات صحيحة ويفترض بأي مصدر أو أي صحافة أو صحيفة أن تخرج معلومات للجمهور فيفترض أنها تكون معلومات سليمة وصحيحة ولكن لا يخلو الأمر أبدا من محاولة كثيرين تسريب ليس فقط آراء بشكل معلومات في هذا الإطار فيما يتعلق بإيران وأفغانستان وتدريب إيران لمقاتلين من أفغانستان نعتقد أنه يقع في ذات النطاق المواجهة الباردة لنسميها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلافها في المنطقة وإيران من جهة ومن يناصرها من جهة أخرى إيران تعرف وتعلم أنها يمكن لها أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في مواقع مختلفة في المنطقة ليس فقط في لبنان وسوريا ولكن أيضا في أفغانستان وفي مواقع مختلفة أيضا في اليمن وغيرها فبالتالي أعتقد أن ما يجري هو يمكن أن يكون بالفعل قريب جدا للحقيقة وللمعلومات أكثر منه من رأي ولكن أعتقد أن إيران هي الجهة الأولى التي يمكن أن تكون معنية بمثل هذه التسريبات وإن يمكن لأحد أن يفسر أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية أيضا أن يكون لها دور في مثل هذه التسريبات لتظهر إيران ولا أنها تدخل في المنطقة في مختلف الجهات عمليا ما يحدث هو والمهم أعتقد أنه ما يريد أن يفهمه الجمهور والقارئ أن هذا يندرج للأسف في نفس إطار المواجهة الباردة الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة وإيران ومن يساندوها من جهة أخرى طيب أستاذ أشرف الحديث عن علاقة طالبان بإيران أو علاقة إيران بتدريبات خاصة بطالبان هل تعتقد أنها بداية لتحرك سياسي أو عسكري؟ دعيني أتفك في البداية أن هذا الخبر ليس بجديد الجميع في المجتمع الدولي في العالم يعرفوا حتى جسد الاستخبارات لديها كثير من بعض الوسائط التي تم تداولها في العامين المضانية الإدارة الأمريكية تعلم تماما والإستخبارات الأوروبية برمتها تعلم حتى في حكومات في الشرق الأوسط أن إيران توفر حاضنة أو ملازات آمنة لكثير من التنظمات الإرهابية بما فيها القاعدة وطالبان في أفغرستان وحتى طالبان في باكستان كل هذه الأمور أعتقد أنها محسومة ويكون من المعلوم بالأمر أن هناك بالفعل كثير من الحواضن وغفراتها إيران بداية أن كثير من زعماء القاعدة حتى الذين يتقبوا 11 ستمبر خرجوا من إيران بجوازات صفر مزورة وكانوا يوفرون ملازات آمنة في إيران والإدارة الأمريكية والقاعدة الأمريكية بحث هذا الأمر في ضوء عطرافات بلغة الأمية من مسؤولين سابقين إيرانيين وبالتالي هي الصحيفة البريطانية أررت في ضوء التوتير أو التوتف في العلاقات الأمريكية الإيرانية حاليا وفرضوا عقوبات جديدة ودخول في مراحل بالفعل جمع من الخلافات والاشتباك السياسي والاقتصادي مع إيران وأمريكا وفرضوا عقوبات جديدة بمنع استناد البترول حتى للشركات الأمريكية والأوروبية والدولية في الرابع من نوفمبر القادم أن تزيد من صخط الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وحشر إيران في الزاوية إيران ترى أنها تواجه كثير من الأيام السوداء في مرحلة القادمة لديها مصير غامض فيما يتعلق بحجم كثير من العطافات بلغة الأمية عسكريا وسياسيا واقتصاديا أوروبا ستجد نفسها في نهاية الأمر تتحالف أو تعود مرة سنية إلى الحاضرة الأمريكية وهذا ما يعرف بما يتعلق بي الاستفاف مرة جديدة أوروبين أمريكيين في موجات إيران لأن لم تغير من سياستها واستمرت وطيئة الخلل داخل المجتمع الإيران الحالية بدليل المظاهرات من كبه للبزار أي تجار في إيران بالإضافة لعقوبات التي ستقسم ظاهر تهران في مرحلة القادمة ما عليها إلا أن تعيد بالفعل تغيير سياستها وتوقف عن توفير حواضر الإرهابيين لأن المستقبل بالنسبة لإيران غامض وربما يكون مزلم ستدخل في نفق الأزمات في مرحلة القادمة بدل أن الأمريكان يرهنون على أن النظام السفية يتم يخلعوا في إيران في العام القادم حسب تصريحات مسؤولين أمريكيين في الساعات الماضية نتمنى أن يكونك حل سلمي وأن يستفيق القضاء في إيران ويعودوا إلى جدة السواب قبل إحداث التخريب الممنهج من كبه الإدارة ترامب باتجاه تهران من كبه الأمريكا وإسرائيل في الأيام وفي الأشهر القادمة هناك مفارقة أيضا سنرصدها في هذا الخبر صحيفة جازيتا الروسية قالت أن روسيا تستعد لاستيعاب حول تهديد الولايات المتحدة مستورد النفط الإيراني بعقوبات وإمكانية أن تتفق موسكو مع تهران على النفط مقابل السلعة قالت الصحيفة أن مصادر في روسيا تسعى إلى دعم التعاون مع إيران من أجل الاستفادة من ثرواتها النفطية وهو ما يندرجوا تحت بند استمرار قوة الطاقة النووية الروسية أستاذ هشام الحديث هذه المرة عن تعاون روسي إيراني كيف ترى يعني هو غير واضح للعيان التعاون الروسي الإيراني والمعاملات التجارية يعني واضح للعيان ومعروفة وليس الأمر حكرا فقط على روسيا أوروبا أيضا وفي نطاق في الحديث عن أوروبا وهي موضوع مهم جدا في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني هناك تداولات ومعاملات ومستوى من التعامل الاقتصادي الكبير والتي تستفيد منه أوروبا في التعامل مع إيران وأعتقد أن هذا كان هو السبب الرئيسي وراء وقوف الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة ضد موقف إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وأعتقد أن ذلك سيظل حتى أمد قريب يعني لا نريد أن ندخل في سنوات قادمة ولكن في الأمد المنظور ستظل المؤثرات الأساسية في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب أوروبا وروسيا وإيران من جانب أعتقد أن موضوع الاقتصاد سيظل يلعب دورا أساسيا جدا في هذا الموضوع إيران تدرك ذلك جيدا وهي تتعامل معه وتستخدمه في هذا الإطار طيب أستاذ أشرف هل تعتقد بالفعل أن التعاملات الاقتصادية هي الحافز للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني والوقوف وراء الحفاظ على هذا الاتفاق هي جزء من هذه الخلافات لتنسي بخلافات عديدة أخرى التمدل والتغلل الإيراني طيب أستاذ أشرف أعتدر للمقاطعة ترجمة نانسي قنقر